ببتنك او لكن خالص لو انت هتقيمني تبقى دي مشكلة لو لو الشخص ده هيقيمني تبقى دي يعني كابت حسام ليه تاريخ ورجل مدير فني لكن لو انت كشخص هتقيمني انا وتقول نعمال ما كانش بيلعب مع اللي قبلي لا انا مع مارتنيول كنت بلعب ومع بسهيرو كنت بلعب ومع جريدو كنت بلعب وكنت بجيب جوان وكنت هدى في الفرق ابو 21 جون في الفترة دي وانا اعدت وتكلمت مع مارتنيول في اعداد جانبية وقال لي كلام ما ينفعش يتقال وقال لي كلام ما ينفعش اقوله دلوقتي في ناس ما كانتش عايزاني موجود في النادي خالص وكان بيتقلي منهم بصراحة والصورة اللي وصلت لمارتنيول ان انا شخص بتاع مشاكل وقال لي الكلام ده وطلبت ان انا اعود معاه وطلبت اجيب مترجم من بره içinde متخيل لدرجة ايه؟ اه خدت شريف اكرامي الشريف اكرامي موجود تو شريف روح قوله ان انا اعود معاه واجيب مترجم الكلام لا حدش اعرفه ارتقل عرز اجيب مترجم من بره يترجم لنا عشان الكلام اللي يدور بيني وبينك يبقى بيني وبينك بس اوه حدش ثالث يعرف قال لي انا بصق في المترجم قالت له انا بصق فيه بس انا بقى اكلمك عشان مش عايز الكلام ده حد يعرف قلت له انت ايه اللي واصلك عني كلام معين المعدي دي المئيق انهم وصلون ل quatreة Another Oil سعة و عشرةً د مميز جيب دي الroy zero حس Alb Centre دي المئيق sulf مميز جيب bul service الفكرة انه حتى المباراة اللي انا بلعب فيها بكامل قوتي كانوا بقولوا انه انا مبلعبش انت فهم قصدي فالفترة دي كانت صعبة جدا صعبة لان انا مش عارف ليه ناس مش عايزانا كان فيه بعض الناس وان عارفهم طبعا بالاسم مش عايزيني موجود اه وما كانوش عايزين اي شخص كبير يبقى سواء انا او حسام غالي من قبلنا كان بركات يعني اه في ناس ما 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 تفهمش ليه السبب بس خلاص يعني كل واحد بياخد مصير مستمتع اعملت بالحياة الجديدة ولا مش مستمتع